إنها خطوة متأخرة ولكنها ضرورية شاحنات الوقود لا يقودها سائقوها العاديون بل هم جنود من الجيش البريطاني تمت الاستعانة بهم لتخفيف أزمة امتدت نحو عشرة أيام وما زالت أثارها في كل مكان وهي خطوة على ما يبدو غير كافية هذه الخطوة ستساعد على مواجهة المشكلة في المناطق التي تعاني شحاً في الوقود ولكن هناك مشاكل أساسية لابد من التعامل معها والحكومة تسعى حالياً لذلك كإصدار تشيرات لبعض السائقين الأجانب وتحسين ظروف العاملين للسائقين لجد بالمزيد منهم والأزمة على كل حال هي آخر ما كان يتمناه بوريس جونسون وهو يعقد المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في محاولة لترويج قراراته وسياساته خاصة وأن كثيراً منها لا يحظى بالتأييد الشعبي كالضرائب الجديدة والسياسات التقشفية أزمة الامدادات جاءت نتيجة لتعافي الاقتصاد العالمي والاقتصاد البريطاني أيضاً هناك طلب عالي على الوقود وهناك نقص كبير في سائق الشاحنات على مستوى العالم حتى في الولايات المتحدة والصين وبينما تتحدث الحكومة عن تحسن في الوضع تبدو محطات الوقود المغلقة في لندن ومناطق عديدة بالجنوب الشرقي شاهداً على أن الأزمة ما زالت تراوح مكانها وعلى أنها لم تحل في القريب العاجل لكن الاستعانة بالجيش كما يرى كثيرون لن تحل إلا جزءاً ضئيلاً من المشكلة وستبقى الأزمة مستمرة على الأقل خلال الشهور المقبلة ما لم تتمكن الحكومة من سياغة سياسة واضحة لحلها أشوف ساعد سكينيوز عربية لندن